في خبر هيزعلكم بصراحة وزعني اول نهاردة بس ان شاء الله يعني ايه يبقى في مخرج ليه بس هو برضو كان خبر صادم لايه ومعظم الناس مش عارفاه ومعظم الناس مش حاسة به وخبر يداي يخص اولمبيات باريس فريدة عثمان بطلتنا المصرية في السباحة قد قد شوف انا بختار ارفوزي قد لا تشارك في الاولمبيات القادمة طيب ايه الحكاية تعال احكي لك الحكاية يلا يا شباب فيد عثمان بطلت السباحة المصرية تواجه ازمة كبيرة في الساعات الجارية تهدد مشاركتها في اولمبيات باريس 2024 بعد ان كانت مشاركتها مضمونة من خلال الدعوة العالمية للابطال الرياضيين هتفهم الحكاية بداية الازمة كانت في عدم تمكن فريدة عثمان في التواجد ضمن رقم ايه قط ايه قط تصنيف ايه قط الذي يؤهل اللاعب الى الاولمبيات مباشرة عشان اشلح عليك بلغة الكرة يعني هي ما اخدتش مركز اول في التصنيف او في المركز الاولى يعني فما اخدتش ايه قط دوت فهي ما ينفعش تخش الامبيات مباشرة طيب هي جاءت ضمن التصنيف بيكط وبالتالي عدم تآهلها مباشرة الى اولمبيات باريس وحاجاتها للتآهل من خلال الدعوة التي توجهها اللجنة الاولمبية الدولية للابطال العالميين والذين يقدر عددهم بنحو حوالي 48 لاعب خصوصا وانها على مستوى القارة افريقيا صاحبة الرقم الاعلى في تصنيف بيكط يعني في المستوى افريقيا اعلى واحد خدت رقم في التصنيف بتاع بيكط ده بعد ان بدأ الاتحاد المصري للسباحة في تجهيز نفسه لمشاركة فريدة عثمان في اولمبيات باريس من خلال الدعوة العالمية تفاجأ الاتحاد بخطام الاتحاد الدولي الالعاب المائية يختروا فيه بعدم تمكن فريدة من المشاركة في الاولمبيات بالدعوة العالمية لسببين الاول هو ان فريدة سابق لها المشاركة في سلاس دورات اولمبية من قبل والثاني هو ان فريدة شاركت في اولمبيات 2012 ايضا بدعوة عالمية اما كانتش تأهيلة مباشرات في 2012 تأهيلت بدعوة والاتنين التانين طبعا كانت تأهيلة ايه قط بعتوا فهمتها والايه قط ده اللي هو هتأهل مباشرات المش محتاجة دعوة هي من حد هي تأهيلت بمجوزة الاتحاد المصري للسباحة في الوقت الحالي بيجهز خطاب رسمي لارساله الى الاتحاد الدولي الالعاب المائية حيث سيضمن الخطاب صحة موقف فريدة عثمان في المشاركة من خلال الدعوة العالمية الابطال الرياضيين نظرا لان القانون يمنح اللاعب الحق في المشاركة بالاولمبيات من خلال الدعوة العالمية مرتين وليس مرة واحدة الساعات الحالية تشهد اتصالات مكسفة من جانب الاتحاد المصري للسباحة مع الاتحاد الدولي الالعاب المائية من اجل حل هذه الازمة والتي سيكون القرار النهائي فيها خلال 48 ساعة ويا رب يا رب نشوف فريدة عثمان في الأولمبيات طبعا الكلام اللي بسمعته ده حراك مني والمعلومات دي في صعوبة ان فريدة ممكن تلعب في الأولمبيات بس لسه في فرصة انها تبقى موجودة في الأولمبيات بطلة كبيرة مهمة ان شاء الله تبقى موجودة في الأولمبيات باي موسيقى